أعلنت قوات تحالف دعم شرعية في اليمن تمكن الدفاع الجوي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ بالسطي أطلق باتجاه الرياض وقال التحالف إنه استجابة لهذا التهديد فقد تم البدء في تنفيذ عملية واسعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية وسنضرب بيد من حديد لحماية المدنيين مشيرا إلى أن عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية